اخبار وسور وفيديوهات يتدولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوميا واحنا في برنامج اخر النهار نرصد لكم ابرز ما جاء فيها والتي كان من بينها نشر محمد صلاح لعب ليفارفول الانجليزي فيديو خاص لابنته مكة على موقع تويتر ظهرت فيه وهي تعزف على ارج وتغني بالانجليزية نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو العروسين يقوم بالرقص على احدى نغماتها وعلقت على مقطع الفيديو قائلة اتأثرت بالعروسين اللي واضح انهم بيحبوا بعض الله يهنيهم وجه الفنان عمر يوسف من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة شكر لجمهوره بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم اولاد رزقه بسبب ملامحه الجادة والتي تبدو كأنه حزين اطلق رواد سوشيال ميديا عليه لقب طائر النكد او بوز الاخصى وراح العديد من الاشخاص يصمم له العديد من الكوميكس التي انتشرت بشكل كبير والحقيقة ان طائر النكد ليس هذا الاسم الحقيقي له بل اسمه الحقيقي فم الضفضع ويعيش في منطقة غاتس الغربية بجنوب غرب الهند وسريلانكا نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وظهرت بصورة بلوك جديد من خلال اقتصاص شعرها وعلقت على صورة قائلة لا تكن خائفا نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلتين يطلبون من النجم العالمي والاسماثة ان يأتي لمصافحتهم وبينما هو ينشغل باجواء من حوله لا يستطيع سماعهم وعندما سمع صوتهم ذهب اليهم معتذرا وقال لهم بان الاسوات كانت عالية حوله ولم يستطيع سماعهم نشر رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لقيام احدى شركات الطيران بالسماح لمسافر بقيادة طائرتها من مدينة مانشستر الى مدينة اليكانتي الاسبعنية بعد تغيب الطيار عن الحضور ليتضح ان المسافر طيار ويعمل لدى نفس الشركة وكان في اجازة اسراء سعد اخر النهار اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل وعشان تتأكدوا انه لنا ولا احنا في البرنامج ضد السوشيال ميديا التقرير اللي فات ده دليل على الكلام اللي انا بقوله احنا حريصين بان دلوقتي شهر انه كل يوم اوقي يوم اوقي يوم يبقى عندنا تقرير عن السوشيال ميديا تقرير عن ما يحدث في السوشيال ميديا بس احنا بقى بناخد الحاجات الحلوة اللي على السوشيال ميديا اللقاطات الحلوة الصور الجميلة الفيديوهات الحلوة سواء اللي فيها رسالة او فيها تعليم او فيها حتى فكاهة او فيها ضحكة او 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 كلام كويس كلام مش حتى لو خناقات اي حاجة بتحصل على هذا الواقع الافتراضي لسوشيال ميديا بس تكون وفقا للقيم بتاعتنا القيم بتاعتنا بنزحها وحارسين كل يوم على التقرير وانا بطلع كل يوم اشيد بالتقرير واشيد بالتفاعل اللي حاصل من الشباب والناس والشخصيات العامة وبتاعها على السوشيال ميديا اذا القصة مش ان احنا ضد السوشيال ميديا احنا ضد الغلط اللي في السوشيال ميديا زي وزي اي حاجة تانية في المجالات احنا ضد الغلط فيها يعني الفن الهابط احنا كلنا ضده معنى كده ان احنا ضد الفن بالمنطق لا احنا مع الفن وعشاقين للفن وبنحب الفن بس بنحارب الفن الرخيص اللي هابط اللي مش عارف لإيه الأطباء احنا ضد مهنة الطب مستحيل بس احنا ضد المخالفين أطباء بني السلم الأطباء اللي مشتغلوا مجالة رخيص أطباء الإجهاد هي دي القصة فكل المجالات حسنها حسن وقبيحها قبيح نحب حسنها ونكره قبيحها ده خلال مصبوط وبمناسبة الحسن والقبيح فيه جدل كثير كده أثير حوالين واحد من نجوم الكرة واللي أنا شخصيا بحبه أنا طبعا ما بشجعهش لأنه بلعب في الزبالك وبدايق منه لما بيتقلق يعني لكن بحبه لأنه موهبة وانا تعلمت ان انا اي حد ناجح اي حد موهوب احترمه وحبه حتى ولو كان مش في الفرية اللي أنا بشجعه أنا بكلمكم عن محمود عبد الرازق شي كبالا نجم كرة القدم في الزمالك وكما يلقبه يعني جمهور الزمالك هو أسطورة نادي الزمالك في هذه الأيام وبيسموه الأباتشي وبيسموه الغزال وبيسموه حاجات كتير قوي وهو يستحق أوصف كتير لأنه واحد من أمهر من أمهر اللعيبة اللي جم في تاريخ كرة القدم وتحديدا في الجيل الحالي وكان سبب رئيسي في فوز نادي الزمالك أول مبارح ببطولة كأس مصر وقدامكو وهو رافع الكأس كل الكلام ده حلو زي الفل اللي مش حلو ومش زي الفل هو خروج شيكبالا في كتير من الأحيان عن النص وأنا هنا بكلمه والله مش باعتباري أهلاوي فالناس تاخد مني أن أنا بهاجم وبانتقده لا أنا بكلمه باعتباري محب باعتباري واحد من اللي بيحبه كورة شيكبالا وفن شيكبالا ومهارة شيكبالا ومستخسره في البوزان مستخسره في الخروج على النص اللي بيحصل ده أنا واحد من الناس كنت شايف إن شيكبالا ده لو كان ركز مع نفسه من البدايات خلاص دلوقتي شيكابالا سنه كبر حاجة و 30 سنة دلوقتي لو كان نركز مع نفسه هو لسه عنده 20 سنة وكان نفس الموهبة دي واكتر موجودة هو عنده 20 سنة وقلنا ده العيب هيكسر الدنيا بقى عندنا ميسي في مصر لو كان نركز الولد ده كان بقى حاجة تانية خالص وكان بيلعب او كان حيلعب في اعتى واقوى الاندي الاوروبية وكان هيعمل زي اللي بيعمله صلاح ده واكتر لكن للأسف شيكابالا طول الوقت مش بنركز طول الوقت همه الاعلام والاضواء والجماهير واثارة الجماهير والكلام ده وبيدي للكورة اللي هي الموهبة الحقيقية المنحة اللي ربنا ما نحوهاله اقل تركيز عشان كده شيكابالا منجحش في اي تجربة احترافية سفر اليونان ورجع من اليونان سفر السعودية ورجع من السعودية سفر مش عارف فين ورجع من المتاع وقعد كم سنة ما بيلعبش خالص تعب حتى النادي يلعب في الزماني في الموسم وبعدين يبطل الموسمين ويطلع وينزل ويرجع وراح البرتغال باين راح عندها كتير اوي اوي وكل التجارب منك حدش لانه انت عارفين الاحتراف الخارجي معناه تركيز والتزام واسأله محمد صلاح الاحتراف الخارجي يعني تركيز والتزام وده للأسف شيكابالا مش قادر يزبطهم يعني فرحنا ان شيكابالا رجع دادي الزماني وفرحنا انه رجع لمستوى وانه هو اهم عناصر نجاح الفريق دلوقتي وكان واحد من اسباب فوز الزماني بالنهاية كانت زماني قتلكه في مباراة بيراميدس وهو الاسيست اللي عمله قول باصر حسيمة اللي عملها لأوباما سبب الهدف الاول هي اللي فتحت الماتش وكانت سبب رئيسي في فوز الزماني ثم فجئنا بعد الماتش انه بيحتفل وطبيعي جدا انه يحتفل ويلف في الملعب ويروح للجماهير ويرفع الكاس ويتنطط حقه لكن اللي مش من حقه هو انه تفاعل زيادة مع الجماهير وفي هذا التفاعل وفي هذا الاحتفال كان فيه اساءة لجمهور الاهلي وده اللي انا بقولهلكم طول الوقت انه شيكبالا بيندفع انا عارف انه مش قاصد يعني انا عارف انه مش قاصد بس مشكلة شيكبالا انه بيروح بيروح وبيندفع بدون ضوابط كده وما فيش لجام شوية فالمروح ده بيبقى للاخر فتحول بعد ما بقى هو مصدر الاشادة من الاعلام والرأي العام وجمهور الزمالك وحتى جمهور الاهلي كان شايف انه هو لعيب جامد وعمل مطش رائع وكذا تحول الموضوع خلال 48 ساعة الى سيل من الهجوم من جمهور الاهلي على شيكبالا لانه شارك فيه سبهم يعني اثناء احتفاله بعناد الزمالك وكذا فطب ليه تعمل القلبة دي يعني بدل ما ناس كلها تقول شكبالا هو النجم وشكبالا هو الساحر وشكبالا هو السبب في الفوز شكبالا هو المتقلق هذه الايام هو المتصدر المشهد بدل الكلام ده كل هو اللي تقال اما بيتقال اشتباك لفظي ما بيجبهين الاهلي والشكبالا شكبالا مش عايف ايه وجمهور الاهلي رد عليه جمهور الاهلي عايز بيعمل ايه في شكبالا وشكبالا فتحول الامر الى شيء مش لطيف ودي مش المرة الاولى اللي يقع فيها الشيكابالا مع جمهور الاهلي وانا بقول لكم هو نيته كويسة بس للأسعر فكرة اللي يقعد مع الشيكابالا طيب اوي وغلبان اوي بس زي بقول لكم كده مشكلته انه بيروح بيندفع بس مع كل ده شيكابالا عمل حاجة كويسة النهار انه نزل ما يشبه البيان بيان صغير كده على صفحته على الفيسبوك حقره لكم دلوقتي ايل فيه هو مش اعتذار مع ان انا كنت افضل انا شخصيا كنت افضل الاعتذار الواضح لان انا طبعي انه لا خجل من الاعتذار الاعتذار ما بيكسرش حد الاعتذار ما بيقلش من حد بالعكس انا تعلمت ان الاعتذار يكبرني لو انا غلط اطلع واقول انا اسف كده من اللوفم المليان انا باعتذر لكم وانا اسف على ان انا زعلتكم انتوا حتكبروني حتحترموني انا مش بنانصار فكرة لا اه ما حصلش ما كانش قصدي ما عليش شي يعني مش بنانصار دي بس كل واحد حر على الاقل مجرد انه طلع هذا البيان شوية شوية ياشفعله شي كبالة على ده تويتر ولا فيسبوك تبش عارف على الفيسبوك كاتب كده توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على اعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الزمالك والاهلي ولا اتمنى ان تكون الاجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية ما حدث بالامس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفال بالفوز بالكأس ولم اوجه اهانة لاي نادي منافس اثناء احتفالي وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها اخيرا اتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها للمدرجات لان الكرة بدون الجمهور لا تساوي اي شيء رحم الله العشرين والاربعة وسبعين طبعا العشرين هم عشرين شهيد في مباراة الزمالك والاربعة وسبعين هم اربعة وسبعين شهيد في مباراة الاهلي اللي كان اسمها ساعتها مدباحة بورساين هو هنا شيكابالا قال كلام كويس بس في النص حبي كده يعد على القصة لو قلت لك انا ما اهنتش حد وما ثبتش حد وبتاع اللي حصل كان مجرد احتفالات ماشي ماشي يعني انا انا هعديها انا هعديها لغم ان انا شفت فيديوهات ما كانش فيها احتفالات انا شفت فيديوهات تانية يعني كان فيها الجماهير بتغني هتاف موسيقى يعني هو بيغني معاهم بس ما علينا خلاص طالما هو قال ما قلتش ومش انا وانا كنت بحتفل بس يبقى حصدقه انا تعلمت كده طالما انت عايزنا نصدق كده حنصدق كده وطالما انت بنزل البيان ده علشان جمهور الاهلي لو زعلان منك ما يزعلش منك ماشي مش هنزعل منك بس ارجو انها تكون القشة الاخيرة ارجو انها تكون اخر مرة لشيكبان انت بتختم مشوارك انت دلوقتي عندك 33-34 سنة بتهيقلي فانت بتختم مشوارك قدامك موسم او موسمين فانا في رأيي ان ربنا منحك فرصة زهبية ان انت ترجع تاني وتلعب وان ربنا منحك كمان فرصة انه مستواك كويس فالفرصة دي استثمرها انك تعمل احلى ختام لمشوارك والمفروض الختام ده يخلي جمهور الزمالك وجمهور الاهلي وكل جمهور الاندية بتحبك وتقول عندنا لعيب مصري كبير ومحترم وي وي لان خد بالك يا شيكا ان هو ده اللي حيبقى بعد الاعتزال بعد ما تعتزل السنة دي ولا السنة اللي جاية اللي حيبقى محبة الناس اللي حيبقى محبة الناس وعشان تصدقني وتتأكد من كلامي اسأل حزم امام مش حاولك اسأل حد من الاهلي اسأل حد من القلعة البيضاء اللي انت بتنتمي اليها وبتحبها حزم امام واحد من امهر اللاعبين اللي يجون في كرة القدم المصرية واللي سميه جمهور الثعلب الصغير اسأل جمهور الاهلي عنه قبل ما تسأل جمهور الزمالك يعني روح كده الواحد اهلاوي متعصم اوي 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 يقولك محترم فلسطوب اه ما كنتش بشجعه ما كنتش بحبه لما كان بيجيبه بجوان فينا بس محترم وبنحبه دلوقتي لانه رمز محترم لزعلنا زمان ولا زعلنا دلوقتي اسأل ناس كتيري عن ابو تريكا اسأل جمهور الزمالك عن الخطيب مش عن هو رئيس مجلس نارة النادي الاهلي عن لعيب اسمه الخطيب اسأل جمهور الاهلي عن حسن شحاتا حيقولك محترم جميل فنان السيرة هي التي تبقى فارجو ان انت تكون من اللعيبة اللي تستطيع انها تجمع بين حب الاهلوية والزمالكوية ويريت يريت يريت بان اعرف انه متأخر بس يريت تلحق تعمل حاجة كمان لمنتخب مصر لانه انت لسه معملش حقالص الكرة المصرية على المستوى المنتخب فقدمك كتير ركز وابعد عن الشحن الجماهيلي والانفعالات والكذا لانه موهبتك تستحق ان تحافظ عليها كلمة اخ والله اكبر لك يا شيكابالا وارجو انت تسمع الكلمتين دول او لو ما سمعتهمش حد ان الهملو يسمعهملو لان انا واحد مستخسر موهبة شيكابالا تروح فيه السلوك اللي مش تمام بعد الفصل